مين اللي يحرس منتخب مصر؟ موزيح حدوة مجد؟ سؤال مهم لازم نستغل الكابتل سؤال صعب جابته عند الوحيدة هتكون عند كابتل حسام حسن ده من وجهة نظر الشخصية إنما في مقاييس ومعايير للتنين يعني احنا بنتكلم عشان نكون بأمانة شديدة وصرخة الموضوع ياشي الناوي ياموصفى شبير هو اللي هيلعب المبرات عما تيجي تقيم التاريخي الكبير اللي عمله الشناوي والتاريخي والرصيد الكبير في حراسة مرمى مصر إنه هو حارس مرمى مصر الأول فديله أحقية إنه هو يلعب أديله حقية إنه هو يلعب حتى لو كان بعيد عن حساسية المتشط حتى لو كان بعيد لإني قلت لك مركز حراسة المرمى ده ملهوش مقاييس ولا معايير يعني أنا ممكن أجيب حارس ما بيلعبش بصفة أساسية بس أنا كمدرب عندي قناعة شخصية بإمكانياته بقدراته إن أنا أخده ألعبه وأجهزه وأشتغل به أقدر أعمل ده ومثال كبير يعني مثال عشان محدش يقول أسامة بيقول كلامه وخلاص وإحنا بنلعب بطولة أفريقيا 2019 اللي أخدها مصر معنا في منتخب مصر أولمبي كان عمر صلاح بيلعب بعناد الزمالك عمر ردوان بيلعب بعناد تلعب الجيش محمود جاد بيلعب بعناد ما كانش لسه انتقل لنادر مصري ورغم كده أما جنت تلعب البطولة أنا لعبت بمحمد صبحي رغم أنه ما بيلعبش بصفة أساسية كان لسه منتقل من بيترجيت وكان بيترجيت في سنة دي خبط للدرجة التانية وراح حارس رابع في الزمالك كان في وجود أبو جبل وجنش وعواد وهو كان حارس رابع فملهوش أي دور وكان لسه بيتم انتقاله في الفترة دي إنما أخذ قرار لأن أنا شايف فيه إن هو يقدر إن يكون عنده الإمكانيات والقدرات إن يوصل منتخب مصر المبرانة هائية ونكسب البطولة فده ينطبق على محمد الشناو عشان وانا قلت المثال عشان محدش أولي أسامة بيتكلمه المنظور الثاني لمصطفى شبير أنا بنتكلم في حارس عمل تمانية كلينشيت في بطولة أفراقيا وده رقم كبير جدا متحققش في تاريخ حد تقريبا في قرى الأفراقية مصطفى بيقدر بشكل كبير كبير جدا وكويس جدا وسبة انفعالي عالي جدا يدي له الأحقية إن راجل قدر يلعب تحت كل الظروف والظروف الصعبة إنه يكون حارس مصر الأول حارس عنده 24 سنة لسه صغير في السن مستقبل ما جلعب بعد سنتين هلعب به كاس عالم يبقى عنده 26 سنة 27 سنة لا كل المقاييس تنطبق على مصطفى شبير فهنا الكفتين تقول الخبرات والقدرات والرصيد الكبير لحارس مصر الأول اللي يقعب كاس عالم واللي يقعب أولمبيات واللي يقعب بطرد أفراقيا محمد الشناوي ولا الحارس الشاب الصاعد الواعد اللي بينطلق بسرعة الصاروخ إلى الأعلى مصطفى شبير والمتقلق مصطفى شبير لا هنا الحزبة هتبقى فين القرار اللي يقدر يقضوا كابتن حسام حسن وجازه الفان على قد ما هي صعبة على قد الكابتن الأسابة بيقول أنت هتختار الاتنين في أي واحد منهم صح صحية الاتنين مش يحصل أي مشكلة